موسيقى خلينا نسمع الكلمات من الكتاب المقدس نفس الكلمات اللي نطق فيها الرب يسوع المسيح في مجمع الناصرة وهذه الرسالة طبعا هي رسالة لكل العصور ولكل الأجيال في بشارة لوقا في الإنجيل المقدس إصحاح أربعة من آية 18 مكتوب روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنصحقين في الحرية وطبعا بيكمل بقول في آية 19 وأكرز بسنة الرب المقبولة هذه كلمات يسوع المسيح في مجمع الناصرة اللي بتعبر عن هوية يسوع المسيح بتعبر عن إرسالية يسوع المسيح والغرض اللي جاء من أجلها الرب يسوع المسيح له كل المجد طبعا هو عاش في مدينة الناصرة وكحسب عادته ذهب إلى المجمع مجمع الناصرة وهناك أحبائي دفع إليه سفر إشعياء النبي وجاءت العناية الإلهية أو شاءت العناية الإلهية أنه يقرأ من مخطوطة إشعياء النبي مكتبسا الآيات في إشعية 61 والآية الأولى والآية الثانية اللي بيبتدي فيها قائلا روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفية المنكسري القلوب لأنادي للمسحوقين في الحرية فالمسيح لاحظ هون بتشوف صورتين بتشوف صورة المخلص صورة الفادي وصورة المحرر أيضا ومن ناحية أخرى بتشوف صورة طبعا الظلمة والشقاء واليأس والبؤس والفقر والجهل والخطية والعمى الروحي جاء المسيح لينقض أعمال إبليس جاء يسوع المسيح لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وجاء يسوع المسيح ليعطي حياة وحياة أفضل وجاء يسوع المسيح ليشهد للحق وجاء يسوع المسيح ليطلق الناس إلى الحرية الحقيقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر